الله وبركاته مصر تكسر سمود الأردن بسلاسية وتتأهل لمواجهة تونس في نصف النهائي تأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على منتخب الأردن بسلاسية أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على أستاذ الجنوب في أدور ربع النهائي والتي امتدت للوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بهدف لكل فريق ودرب منتخب مصر موعدا ناريا في نصف نهائي بطولة كأس العرب بمواجهة منتخب تونس في المباراة المقرر إقامتها يوم الأربعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب 974 افتتح يزان النعيمات أهداف الأردن في دقيقة 12 قبل أن يدرك مروان حمدي هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 46 ونجح أحمد رفعت في إحراز الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 100 قبل أن يختتم مروان داود أهداف الفراعنة في الدقيقة 119 وتمكن يزان النعيمات من تسجيل الهدف الأول لمنتخب الأردن بعد تزديدها قوية من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء مصر سكنت الشباق في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيقة 12 وفي الدقيقة 46 نجح مروان حمدي في أحراز الهدف الأول للفراعنة برأسية متقنة بعد عرضية من أحمد سيد زيزو وأحراز أحمد رفعت الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 100 بالوقت الإضافي مستغلا عرضية أرضية متقنة من محمد شريف وفي الدقيقة 119 نجح مروان داود في أحراز الهدف الثالث للفراعنة مستغلا عرضية من أحمد رفعت ترجمة نانسي قنقر